باعتبر ان احنا بنتكلم على مسألة الثقافة تعرف انا دايما من الناس اللي هي من انصار ايه الثقافة للشعب الثقافة للجماهير دايما حتى يمكن المشاهدين والمشاهدات الكرام يبقوا اخدين بالهم ان انا دايما انا عود اتكلم على الكتاب الشعبي الكتاب الشعبي يعني الطبعات الشعبية اللي تبقى سعرها حنين نقدر نشتريها ويا ما كنت عود احكي على زمان لما كنا نروح روزة اليوسف ونشتري كتب وناخدها وحاجات زي كده اول الشهر لما نقبض المكافأة ولا المهية وهكذا يعني طيب كذلك مسألة السينما للشعب يعني ان تكون السينما في متناول الجماهير فتشوف النهاردة ازاي ده بيتحقق قدام عينيك وتلمسه يعني مش مسألة انه ها نعمل بص بقى سيدي نهاردة وزارة الثقافة والشركة المتحدة الخدمات الاعلامية وقعوا بورتوكول تعاون بخصوص ايه وايه علاقت ده بالسينما اقولك ادارة وتشغيل سينما الشعب سينما الشعب من حيث المحتوى احنا عندنا حاجة اسمها سينما الشعب في قصور الثقافة عملت هيئة قصور الثقافة مشروع سينما الشعب ده تبقى تذكر مخفضة جدا قدر الامكان بحيث انه الناس تقدر تروح تتفرج على فيلم سينما فتيجي المتحدة والوزارة يوقعوا مع بعض بروتوكول تعاون لإدارة هذا المحتوى بقى اللي هيعرض على الجماهير بحضور طبعا دكتور نيفين الكلاني وزير الثقافة المصرية وايضا الدكتور هشام عطوى رئيس هيئة قصور الثقافة ومن جانب الشركة المتحدة بطبيعة الحالي ممكن دي صورة بتاعت التوقيع بتاع البرتوكول مشروع سينما الشعب زي ما كنت بقولك كده سبق واعلنت وزارة الثقافة متمثل في هيئة قصور الثقافة فانها بتعرض افلام في قصور الثقافة المصرية في عموم المحافظات المصرية المختلفة بمقابل ما دي يبدأ من حوالي 20 جنيه كويس؟ ليه؟ زي ما كنت بقولك عايزين الناس تتفرج على السينما بسعر مهاود حبتين سعر لازم يبقى أقل كثيرا من قاعات العرض السينما اللي ممكن تبقى موجودة اللي في المولاتي الأخير عايز الناس تاخد بعضها وتروح تتفرج على السينما اتفق بقى الطرفين هنا اللي هي وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اتفقوا على ايه؟ على تطوير هذا المشروع مشروع سينما الشعب خلال الفترة الجاية نبدأ ننوع المحتوى اللي بيعرض نبدأ نزود كمان دور العرض التابعة لهذا المشروع في المحافظات ده من الأخبار اللي أنا أشوفها شديدة الأهمية شديدة الأهمية وصول الثقافة للجماهير شيء عظيم فلما نبقى بنوصلها بسعر مهاود وكمان نتفق على المحتوى اللي هيعرض من قبل وزارة الثقافة أو بالتعاون ما بين وزارة الثقافة وما بين الشركة المتحدة كده أضمن أننا في عندي محتوى حلو محتوى محترم ومحتوى يرفع الوعي وما إلى ذلك وفي نفس الوقت هي الأفلام تبقى موجودة قدام الناس الناس تاخد بعضها وتروح تتفرج على الفيلم ياخد مراته وعياله ويروح يتفرجه على الفيلم يبقى السعر مهاود تبقى فسحة السينما فسحة في إطار المقدرة المادية ده مهم جدا 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 يعني